اشتركوا في القناة ازمة الطيقة ومحطة ايضا من اجل اعادة الدفء للعلاقة بين الحكومة والاسرة التعليمية من خلال اجراءات نعتبرها عملية لاننا واكبنا فعلا وكل محطات تفاوض في الاجراءات المالية واكبنا ايضا الاكرهات التي تم تصريح بها من طرف السيد الوزير المنتدى المكلف بالميزانية وصلنا الى 1500 درهم زيادة مباشرة في الاجر وصافية هذه زيادة 1500 درهم هي زيادة صافية ايضا وصلنا الى اتفاقات تهم بعض الاطر التعليمية وخاصة منها اطر التدريس ايضا هناك زيادة مرتبطة بالزيادة التكميلية وبعض الفئات التقنية التي ستستفيد ايضا بزيادة مباشرة من اطر مشاركة تستفيد من زيادة مباشرة قدرها 500 درهم كل هذه الاجراءات نعتبرها ارادة حقيقية من اجل تلبية المطالب وايضا استجابة للمطالب الأسرة التعليمية كما قلت هناك مطالب اخرى ننتظرها من خلال تعديل النظام الاساسي لكن الجواب الحقيقي سيكون عند تجاوب الأسرة التعليمية عبر هذا المطالب بقرارها وبناء قناعتها بسئناف الدراسة وايضا التقى في مخرجات التي ستأتي يوم الخامس استكمالا لما تم اتفاق على المسيد الرئيس الحكومة هذا الشطر الاول هو الاجراءات المالية يعني الـ 13 ميل عنده كلفة مالية والشطر الثاني هو الاجراءات لعنده علاقة بالجانب المعناوي للأسرة التعليمية بالأوضاع المهنية وايضا بسحب كل المقتضايات التي اثرت الاحتجاج بالنظام الاساسي والحفاظ على المكتسبات التي اتت به التي تهم هيئة التدريس وفئة اخرى ادارية لكن دائما نقول بان هذه القانعة المشاركة لا ترتبط فقط بالعدد الكمي للمبلغ المالي لكن ترتبط اساسا باعتبار ان الخطوة هي خطوة الى ابتجاز صحيح الى الامب لنصاتي وتلبية مطالب الاسرة التعليمية وهذا كان ايضا امر اساسي في علاقة الاسرة التعليمية من الحكومة التي اعتبرت انها لم تستجب ولم تنصت الهم لمدة يعني ازيد من شهرين اليوم نقول بان صعوبة في ايجاد المخرجات والاسية من ذات الانعكاس المالي كانت سبب لذلك وان المواصلة لخمسة ايام تفيد صعوبة التفاوض وايضا تفيد صعوبة اخراج هذا الملف من عنق الزجاجة بالنسبة لنا نعتبر بان هذا القرار وهو في اتجاه تلبية مطالب النساء ورجال التعليم بالنسبة للحتجاجات او غيرها فهي مرتبطة بمطالب معينة فيها المالي وفيها المرتبط بالنظام الاساسي نسائل يعني الجميع ان سبب الخروج كان واضحا هو النظام الاساسي ثم الزيادة في الاجور اليوم وصلنا الى زيادة في الاجور ووصلنا الى اتفاق لصحب النظام الاساسي او تعطيله عبر الاليات التعديل وتوصلنا مع السيد رئيس الحكومة ان كل مقتضع يتير اشكال او احتجاج او سوء الفهم سيتم بصحبه بالتالي دواعي الاحتجاج لم تعود قائمة وهناك امور اخرى يجب ان نكون فيها واضحين هو ان الان النقابة التعليمية المقعة لم تقفي الباب بل الباب مفتوح امام الجميع للاستفسار للاستضاح لاستكمال اي نقطة لم يتم الحسم فيها لأي اجراء مالي او اداري يعتبره ان مجحفا يستمر فيه التفاوض من اجل تصحيح او تعديله الباب غير مغلق لكن يجب ان تعود الثقة وان يعود المصار الطبيعي للتفاوض وهو المؤسسات للحوار الاجتماعي والحوار القطاعي وليس التفاوض عبر صاحات شوارع مملكة المغربية وما تنسوش تابنوا معنا فلاشين واتبعونا على مواقع التواصل الاجتماعي